بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم على الجزء الأخير في الترافرس أو في المضلعات وفي الجزء دوت هنتكلم على ضبط الترافرس باستخدام الترانزيت ميسود أنا عندي الأطوال وعندي الانحرافات ومن الأطوال والانحرافات اتفقنا أن أنا قادر أجيب المركبات أدي الجدول أدي الأطوال جبنا اللاتيتيود وجبنا الدبارش هجيب هنا حاجة اسمها الموديلس فور لاتيتيود يعني القيمة دي بغض النظر عن الإشارة يعني هنا مثلا كاية الإشارة ناقص 325 هتحط هنا 325 بغض النظر عن الإشارة ونجعوا بالإشارة خالص يبقى أنا حطيت هنا عمودين جداد حاجة بنسميها الموديلس فور لاتيتيود والموديلس فور دبارش أو القيمة المطلقة للاتيتيود والقيمة المطلقة للدي بارشير اللي هي بدون إشارات وبعدها أجيب سجمة الاتيتيود وأجيب سجمة الدي بارشير سجمة الاتيتيود في الحالة دي طلعت تساوي 16.81% سجمة الدي بارشير هنا طلعت تساوي 18.08 هاجع أخد مقدار الخطأ داود اللي هو 16.81 دا خطأ حصل فين طمت وحارتك تقولي في اللاتيتيود أقولك اسمولي على سجمة الموديلس فور لاتيتيود يبقى 295.77 الناتج دا القيمة الرياضية بتاعته هي عبارة تعبر عن إيه أقول لحارتك تعال نشوف إحنا أسمنا إيه على إيه أنا أسمت مقدار الخطأ الكلي في المركبة الرأسية على عدد وحدات المركبة الرأسية يوم يديني مقدار الخطأ في وحدة المركبة الرأسية إذا غيرت الإشارة يبقى حولتها من مقدار خطأ إلى مقدار التصحيح يبقى القيمة دا كده لو سميناها إكس يبقى إكس دا هي مقدار التصحيح لوحدة المركبة الرأسية أجل الضلع الأولاني يحتوي على كم وحدة يحتوي على 493.57% أضرب الرقم دا في دا يديني مقدار التصحيح اللي هو الرقم دا يبديء المركبة الرأسية الغلط وده مقدار التصحيح بتاعها إذا جمعتهم جمع جابري يعني جمع بالإشارة يديني المركبة الرأسية المصحة نفس الحكاية هعمل في الدبارشة جبت المركبة الأفقية وهجيب المودلس أو القيمة المطلقة وهجيب سجمع لها مقدار الخطأ هنا كان 18.08 لو أسمت على عدد وحدات المركبة الأفقية اللي هي 3322.64% يديني مقدار الخطأ لوحدة المركبة الأفقية أما غير الإشارة يديني مقدار التصحيح لوحدة المركبة الأفقية لو سمينا القيمة دي Y لو ضربت ال Y دي في عدد الوحدات المركبة الأفقية اللي هي 47.53% يديني الرقم ده اللي هو مقدار التصحيح للمركبة أجمع الرقمين دول على بعض يديني المركبة هنا المصحة المفروض لما يجمع سجمع الكورريكت أو الأدجاست للتيود وسجمع الأدجاست للدبارشة لازم يطلعه يساوي 0 هنا عملنا الجدول تاني أدي الأطوال اللاتيتيود ودي دي بارشة وأدي الأطوال وأدي البييرنج وأدي الأزمة سوى هو نفس الجدول وقجبنا التصحيح وابتديني أحسب بقى الإحداثيات أصبح عندي مركبات مصحاحة لاتيتيود كورريكت لاتيتيود وكورريكت دي بارشة لو افترضنا أن النقطة A كان إحداثياتها عشرين ألف وعشرين ألف النور سيجمع على اللاتيتيود يديني النورس النقطة B النورس النقطة B زائد اللاتيتيود الجديد يديني النورس الـ C وهكذا أما جافل ألاقي أن أنا جبت إحداثيات نقطة A هي نفسها نفسية إحداثيات نقطة A اللي أنا بديها لك في الأول يبقى معنى كده حررتك تطبعين أن جميع الحسابات بتاعتك سليمة 100% شكرا